فشمهندس في هذا الإطار والأهلي بيستعد لهذه المباراة لهذه لعب مباراة كويسة مع آيكسا مستردام في الهولندي في الإمارات كرم حسام غالي بمناسبة اعتزاله مهرجان خرج الكل أشاد به لكن وسط كل هذه المكاسب حتى اللي الناس اتكلمت عليها من تألق عدد من اللاعبين اللي ما كانوش واخدين فرص في الفترة الأخيرة وأبرزهم صراح محسن وهذا الهدف الرائع الحقيقة جمال الهدف ده في حاجة أنه ماركد صلاح محسن أنا تصورته أنه هدف استثنائي فلما بقول ده هدف جميل جدا بفكرنا كابت الخطيب كان يخد على سيدره كده ويشوت على طول فقالوا لي هو طريقة استقبال الكورة واللاف واختخاذ القرار هو شاطر فيه فطبعا لما تحطف الوزيشن اللي اسمح له أنه يجرم مهاراته تعرفوا أنا بكلم الكابت الخطيب ويعني بقوله الماتشي كان كويس ومطمئن وبتاع قال لي أنت عارف صلاح محسن وهو بياخد الكرة على سيدره بقول له شوت يا ولد شوت شوت سبحان الله تعرف أن دي اللي قال لي أنا انبسطت النشاط لأنه هو واخد على سيدره بقول له شوت تعرف أنه جنة بوتريكا في الصفاقسي اللي هي من مرة واحدة كابت الخطيب قال أنا وانا قاعد في المقصورة بتفرج وهي معمول قال له من مرة واحدة من مرة واحدة فعلشان كده أول ما بوتريكا خط في المرة بس مش بصعوبة أنه على شمال أبو تريكا لكن دي بيقولي أول ما خد على سيدره ولاقيته استقبله حلو قوي كده بتقوله شوت فشاة يعني هذا كلام يطمنك على مهارات معينة لدى هذا اللاعب ويطمنك على المكان الذي يمكن أن تقلق فيه كمهاجم في القلب طبعا كمهاجم في القلب